ساعة اليوم اتفاقية بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وسنضيق البحث بالكباكة اتفاقية تتغيّد تمويل المشتركة مرحلة أولية للأبحاث والابتكارات في مجالة علوم الصحة والتكيّف مع التغيرات المناخية وتدبير المياهة تعاون يدخل في إطار تعزيز الشراكة العلمية بين المغرب وكندا روبرتاجة هشامسوني والتحرير لبشرة رائف بموجب هذه الاتفاقية الأولى من نواها بشمال إفريقيا ستعطى الانطلاقة لتمويل مغربي كندي لمجموعة من المشاريع العلمية التي تهم مجالات الصحة وتدبير الماء والتكيّف مع التغيرات المناخية نتمنى خلال الأشهرية المقبلة أن نطلق الفرق التي سندعمها لمدة ثلاث سنوات من أجل بحث المشترك حول المناخ والماء ومجال الصحة وقد رصدنا من الجانب الكندي ميزانية تقدر بنحو 1.30 مليون دولار كندي من جانبه يساهم المغرب في هذا المشروع بحوالي 9 ملايين درهم وهو مشروع سيفتح المجال أمام الأساتدات الباحثين للاستفادة من الخبرات اللازمة للابتكار الهدف من هذا اليوم العلمي هو تقاسم تجارب بين اللجنتين العلميتين المغربية والكيبكية والتقريب بين المجالين الأكاديمي والسوسيوميهني للإشارة فهذه الاتفاقية هي ترجمة لتعاون مشترك وقع في سبتمبر الماضي بين وزارة تعليم العالي والبحث والابتكار وسندق البحث بكيبك من أجل تطوير مجالات الصحة والزراعة والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية اشتركوا في القناة